كده انا عندي كزا نقطة لازم ارجع لحضرتك فيهم عليهم علامات استفهام بس هسأل بقى مدام رجاء احكيلي كده عن التجربة انت اكتشفت ازاي هل كنت بتعملي كشف دوري مع اولادك يعني احكيلي كده اللي حصل. اول حاجة اكتشفت ان ابن قسامة عنده المرض ده وعنده اربع سنين. فبدأنا في رحلة العلاج. ده مرض ايه بقى مدام رجاء وراسي مسلا ولا ده فيروس? ايه. ايه. عبارة عن ايه بقى المرض ده? ايه تريبس. تمام تمام. وبعدين? اه فضلنا نستمر في رحلة العلاج والدكاترة طبعا كانت اه موضوع العملية ده شيء معقد جدا وفوق قدراتنا المادية. فبدأنا اه يعني نمشي بالعلاج فترات طويلة لغاية ما ربنا اكرم اه المنصورة طبعا بالصرح العلم العظيم بقيادة الدكتور محمد. اه يعني ده كان من يعني من حسن حظي انا وعيالي ان ربنا يكرمنا بحاجة زي دي. اه. فطبعا ماشينا في موضوع ملف العملية والحمد الله. اصامة عمل العملية وبخير. اصامة بقى عمره كم سنة دلوقتي? اصامة عنده خمسة وعشرين سنة. ما شاء الله. تمام. وعمل العملية وهو عمره كام يا مدام رجاء? يعني من حوالي تلات سنين كده. كان كل بقى السنين دي كلها كان بيتعالج بقى. ايه. بيحاول او او حاجة وراثية. او حاجة يعني اه ما مش مش سبب. طب معلش عشان ما خوفش الناس عشان الناس اول ما بتسمع وراثية بيخاف. لا لا يعني. عايز اعرف بس هل نسبته قد ايه. هو نوع من الخلل الوظيفي في الكبد. هو مخلوق كده مولود كده. ملوش سبب محدد يعني. لا لا ملوش سبب محدد. اه. وده نسبته ضعيفة يعني. تمام. طيب. لا احكيلي كده عملتي ايه مع قسيمة. يعني اكيد الاجواء ما كانتش اه يعني انا عارفة ما فيش ناس تحب تفتكر الحاجات دي قوي بس احكيلي كده الاجواء كانت عاملة ازاي. ايه انا كانت اخر سنة اللي ايه في الكلية وبعد التخرج. تخرجت ايه? اه كلية هندسة جامعة المنصور. اه. فبعد بعدها بدأ اننا نخلص باجراءات الملف. والدكتور محمد وقف جنبنا بصراحة في ان نعجل بموضوع العملية عشان امتحاناتنا وكان اخويا عنده امتحانات والحمد وكان برضو حالته الصحية متأخرة. فالحمد الله اجرينا العملية وقام بالسلامة وكمل امتحانات ودخل امتحانات. والحمد لله دلوقتي بيكمل ويخلص الكلية بازن الله. وفكرة التبرع او كزا اه 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 يعني احكيلي بقى يعني دي كانت بتتناولوها ازاي في البيت. انها حد دي يتبرع على اخوه او. يعني هما كانوا في الاول رفضين لان كانت تجربة جديدة وما يعني ما مردتش علينا. في البيت بابا وماما. ان هما يعني حاجة ما كانوش مستوعبينها ان ازاي هيحصل ايه طب. يعني شجعنا ايهم ودوقت وكلمت الدكتورة وكلموهم وطمينوهم. يعني الخوف كان عند ماما وبابا مش عندكم. لا. لا لا كانت شجاعة جدا وتعتبر هي ام لأخوها والاختها بصراحة يعني. ربنا يبرك فيها يا ربنا. ربنا يبرك فيك. وفعلا نموذج يعني رائع جدا يعني بعيدا عن اي حاجة ان نموذج رائع للاخوة